من دمشق الناطق باسم شبكة شام أبو يازن الحمسي سيد أبو يازن بداية كيف تبدو أصور اليوم في شوارع دمشق السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام إلى الآن وحتى هذه اللحظة يوجد 72 شهيد في دمشق وريفها الاشتباكات لا تزال منذ الصباح الباكر وحتى هذه اللحظة في حي العسالي بين الجيش الحر وجيش النظام الذي يحاول اقتحام هذا الحي وستقصف عشوائي على المنازل بحي العسالي والقدم أيضا وهناك حشود ضخمة للجيش النظام تحاول اقتحام هذا الحي من تمركزه على طريق استراد دمشق درعة أيضا منطقة القابون الآن تشهد ايضا اشتباكات كبيرة بين الجيش الحر والجيش النظام وأنتم الآن تسألون لماذا الجيش الحر عاد إلى هذه المناطق الجيش الحر لم يخرج من هذه المناطق وكان هناك بقيه في خلايا نائمة إلى الآن الجيش الحر يريد أن تدخل إلى أكبر عدد من أحياء دمشق العاصمة دمشق ويرود التواجد فيها ورغم ذلك لقد انكشفت خطتهم لدى النظام ولكن الآن يقومون بتجميع بعضهم في منطقة الريف بشكل كبير ويقومون بتنظيم الصفوف للدخول إلى هذه الأحياء أختي الكريمة منطقة المزة أيضا شهدت حملة مداهمات في حي الأخلاص وحي المصطفى وبساتين الرازي وحرق عدد كبير من المنازل وأغلاق كافة الطرق المدية هناك أما العدد الكبير من الشداء الذي حصله حصل في منطقة حمورية نعم طيب سيد أبو يزن هناك معلومات تشير إلى اعتقال أحد أعضاء حزب الله في دمشق من قبل الجيش السوري الحر هل لديك معلومات بخصوص هذا الشأن؟ نعم أختي الكريمة اعتقاله من قبل كتائب الصحاب ويقومون الآن بالتحقيق معه وهناك سوف يقومون بتصويره وبراز المقطع الفيديو له طيب ماذا عن الجيش الحر أنت؟ قلت قبل قليل أنه هناك خلايا نائمة ما الذي تقصده بخلايا نائمة؟ يعني كيف يكون تواجده عبر خلايا نائمة؟ أختي الكريمة يعني أنهم يقومون بالانتشار في جميع أحياء دمشق والعدد الكبير موجودون في أماكن تواجد ومقر النظام ولا أريد الإصلاع عن ذلك خشطا لإفساد خططهم إذن كان معنا من دمشق الناطق باسم شبكة شام أبو يزن الحمصي شكرا جزيلا لك وللمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت نتابع بعد الفاصل تأثيرات التقى الروحية البشرية على صحة الإنسان نفسيا وجسا